السلام عليكم اليوم إن شاء الله بدنا نحكي في الباب الأخير أو الفصل السادس من مساق أو من كتاب المتنور في العمل الحر في هذا الباب رح نحكي عن نهرات وأدوات المهمة للعمل الحر طيب أوكي طبعاً في عنا عدة أحداث موجودة في هذا الفصل أول هدف أنه نحن نعرف أهمية التسويق الرقمي أو الإلكتروني وأدواته لعشان أسير باتجاه النجاح في العمل الحر بدنا نحكي كذلك عن مهارات التفاوض بدنا نحكي عن مهارات التعلم الذاتي لأنه العمل الحر هو عبارة عن عملية التعلم مستمرة رح نحكي عن بعض الأدوات إحنا غطيناها سابقاً لكن نرجع نعرج لها وفي الأخير رح نحكي عن بعض المنصات رح نبدأ بالتسويق الرقمي أو التسويق الإلكتروني في الحقيقة الهدف من اكتساب مهارات التسويق الرقمي في عنا عدة أهداف أول حاجة لما أكتسب مهارات التسويق الرقمي بيكون في عندي القدر على تمييز أعمالي وخدماتي أمام الآخرين يعني في الحقيقة فيه فريلانسرز كتير وفيه وفيه ناس بتسوي يعني فيه ناس بتعمل تصميم كتير طب شو بميز المصمم هذا عن المصمم هذا لازم أبرز هذه الشغلات بالتسويق الرقمي طبعا أنا لو كنت مصمم مثلا وكتير شاطر بس فعليا الزباين تابعوني أنا مش قادر أصل لهم فيه زباين محتاجين أنهم أعمالهم تصميم لكنهم ما بعرفوا عني ولا عمرهم سمعوا عني فبالتالي من خلال مهارات التسويق الرقمي بقدر أصل لفئة المستهدفة الصحيحة في مجال العمل كذلك لما أصل للفئة الصحيحة في مجال العمل هذا بيؤدي لزيادة قارة بيانات الزباين اللي أنا بتعامل معهم ولما تزيد قارة بيانات الزباين اللي أنا بتعامل معهم بحصر على فرص عمل أكتر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فبالتالي هو كأنه بدو سير في عندي قناة أخرى لاكتساب الزباين غير منصات العمل الحر وهي منصات التواصل الاجتماعي طيب تسويق الرقمي أو تسويق الإلكتروني تعريفه عبارة عن علم وفن الترويج للزباين باستخدام الوسائط المتعددة عبر شفكات الإنترنت باستخدام الممارسات والأسليب ذات الصلاة بالتسويق طبعا هو عبارة عن علم وفن خلينا نتعرف على بعض الشغلات اللي موجودة فيه يعني خلينا نشوف بعض مهارات التسويق الرقمي ورح أدلكم على مصدر مهم جدا ممكن أنه تتعلمه من خلاله التسويق الرقمي التسويق المتكامل طبعا هذا الكلام بتسوي عادة الشركات تمام هي عبارة عن تجربة مموحدة وسلسلة لدى المستهلكين أو المستخدمين للتفاعل مع علامة تجارية معينة أول حاجة لازم الشركة هادي تكون عندها مدونة تمام وبعدين لازم يكون في خليني أنا عمحي هاي لأنه أنا بدي أعلم لك على الشغلات اللي أنت كفريلانسر يفترض أنه أنت تسويها كمان لازم تشتغل على موضوع search engine optimization بحيث أنه نتائج الموقع تباحها والمتجر تباحها والمدونة تبعتها أنه تظهر في أول النتائج عند البحث في محركات البحث كذلك في شغلة تانية اللي هي البيد search في هذه الحالة أنه بيكون يعني من خلال جوجل أنه أنا بتفعلها بحيث أنه الروابط تبعتي تظهر في في أعلى نتائج البحث في محركات البحث طبعا هذي الكلام بتكون يعني هذا الكلام بيكون في في منطقة أنه بيكون مكتوب عليها إعلان أي نعم ولكن أنه بتساهم في أنه أنه تكون النتائج ظهرة أمام المستهلكين أو المستخدمين كذلك أغلب الشركات في عندها خدمات على السوشيال ميديا بتنوحها سواء كانت على الفيسبوك، تليجرام، انستجرام، كل الأمور هذي كذلك الشركات بتعمل يعني تسويق باستخدام الإيميل، إيميل ماركتينج ممكن تعمل ببريس ريليس، وهذا الكلام احنا بنشوفه في الشركات الكبرى أنه هي بتعمل مؤتمر صحفي بتعلن فيه من خلاله عن إطلاق منتج جديد أو خدمات جديدة في الشركة كذلك ممكن تعمل ماركتينج أو فيديو ماركتينج من خلال عمل فيديوهات ترويجية وبرومو لمنتجات تبعاتها والخدمات ونشرها عبر منصات الفيديو زي اليوتيوب أو البيمو كذلك الشركات بتراقب سمعتها على الشبكات الاجتماعية باستمرار طبعاً فيه شغلة في علم التسويق الرقمي أو في علم التسويق اللي اسمه براند هيلث كديش يعني الحالة الصحية للعلامة التجارية تبعة الشركة أنه هي تطلع تنزل المستهلكين في عندهم ثقة للشركة هادي المستهلكين فقدوا الثقة، المستهلكين في عندهم ولاء كل الأمور هاي فيه كذلك ممكن يكون التسويق من خلال منصات الموبايل ديفايس وآخر حاجة ممكن يكون فيه أوفلاين ماركتينج أوفلاين ماركتينج بحيث أنه يكون مش خلال منصات التواصل الاجتماعي ممكن يكون من خلال أنه هما يكونوا موجودين في مول معين أو في متجر معين هما بيروجوا للمنتجات فيس تو فيس للكاستمرس أو بيستهدفوا كاستمرس معينين عشان يجربوا المنتجات تبعتهم فهذه هي القنوات كلها اللي ممكن أنه الشركات عادة عن تستخدمها في التسويق الرقمي طبعاً أنت بطبيعة الحال أنا بعتقد أنه أي فريلانسر لازم يكون فيه عنده مدونة تمام؟ أنت من الوقت للتاني بيكون فيه عندك خواطر متعلقة في التخصص تبعك ممكن تحكي عن تجربتك فبالتالي ليش ما بتدونها في مدونة؟ والمدونة هادي ممكن تعملها سيرش انجين أوبتومايزيشن بحيث أنه الشغلات اللي موجودة أنت عندك في الارتكلز إنه لما تدور عليها فعلاً إنه هي تطلع النتائج تبعتها يعني في ترتيب في التوب في السيرش انجين أنا ما بتصور إنه ممكن أنت تروح باتجاه البيت سيرش كفريلانسر لكن وجودك على السوشيال ميديا أنا بعتقد إنه مهم جداً 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 ممكن إنه يكون من خلال مش بالضرورة إنه يكون من خلال صفحتك أو حسابك الشخصي على الفيسبوك مثلاً ممكن إنه أنت تعمل صفحة على الفيسبوك تقدم أو يعني تعمل فيها الخدمات أو تعمل فيها بوستات متعلقة بالتخصص تبعك سواء أنت كنت متخصص في برمجة تطبيقات الموبايل فبنت تعمل صفحة على تطبيقات الموبايل وهي بتحاول تنشر خدماتك عليها ومن الحين للآخر أنت ممكن تنشر محتوى مفيد كذلك عشان إنه أنت تجتب المستخدمين بتصور الإيميل ماركتينج هالأيام مش كتير إنه هو فعال حسب وجهة نظريك طبعاً أنت كبريس ريليس كفريلانسر مش هتعمل في بريس ريليس لكن الفيديو ماركتينج أنا بنصح بشدة إنه أنت تعمله خاصة في هذه الأيام حتى منصات العمل الحر الأبوركية بتسمح لك إنه أنت في عندك البايو تبعتك بتحطها بتكتبها كتكست وفي كذلك إنه أنت ممكن تعمل فيديو أو برومو لإلك تحكي إنه عن شو الخدمات اللي أنت بتقدمها أو تعمل فيديو احترافي للشغلات اللي أنت بتسويها تمام؟ فأعتقد إنه هذه هي الشغلات اللي أنت ممكن تركز عليها كفريلانسر كمان مرة اللي هي المدونات تعمل search engine optimization للمدونات تبعتك يكون في عندك قنوات على السوشيال ميديا وكذلك إنه تعمل فيديو ترويجي لإلك أوكي نكمل في التسويق الرقمي بعد ما شفنا إنه التسويق المتكامل بدنا نكمل ونشوف نتعرف على إيش هي المهارات التسويق الإلكتروني من أهم الأدوات اللي تساعد المستقل أو الفريلانسر على الحصول على المزايا التالية أول حاجة إنه لازم تفهم في حاجة اسمها self branding طبعا إحنا بنحكي إنه البراند أنا ذكرتها قبل شوية للشركات لكن بالنسبة على المستوى الفريلانسر في حاجة اسمها self brand أو البراند الشخصية أو سمعتك في السوق أو يعني لما تيجي تحكي إنه والله من أشتر واحد في التسويق الرقمي فلاني الفلاني خلاص معروف يعني مرتبط اسمه بالتسويق الرقمي مين يعني حتى بالتعبيرات اللي إحنا بنستخدمها مين حوت الأندرويد يعني تطبيقات الأندرويد أو مين حوت الجيمس مين ببرمج الجيم والله يا فلاني الفلاني زي هيك فبالتالي بناء العلامة التجارية أو self branding لإلك كفريلانسر هذه شغلة كتير مهمة وإنه أنت تدرس التسويق الرقمي أو التسويق الإلكتروني يعني بدأ بيساعدك إنه أنت تفهم كيف إنه أنت ممكن تسويق نفسك وخبراتك إلكترونياً سواء كان إنه أحتاجوك في عدة مجالات سواء كان أحتاجوك في مجال التدريب أو في مجال التطوير تطوير تطبيقات أو أي شغلة من هاي الشغلات الشغلة الثانية إنه المهارة الثانية اللي أنت بتكسبك كفريلانسر فعلاً إنه أنت بتدرس كيف تعمل إقناع للعملاء بأعمالك وخدماتك وهذا الكلام بيكون على علم وعن فهم مش ممكن أنت تكون عندك على فكرة المهارات هذه وبتطبقها بدون يعني بدون ما تعرف إنه هي أصلاً علم يعني إنه هذه الشغلات معروفة في التسويق الرقمي لكن إنه إذا تعلمتها وأصلتها وسميت الأشياء ومسميتها بيكون يعني المهارة هذه كتير ممتازة لإلك طبعاً هذه الشغلتين الأولى والثانية بيساعدك لوصول لأكبر عدد من الشركات والأفراد اللي ممكن إنه هما يكونوا زبائنك المستقبليين تمام؟ في بعض النصائح للنجاح في مجال التسويق الرقمي بدك تحط إيش الأحداث تبعتك بدك تعمل اختيار لمنصة العمل المناسبة ونوع المنشورات لو أنت بدك تكون موجود على تويتر أوكي أنا موجود على تويتر لكن إنه إيش نوع المنشورات اللي أنا بدي أحطها كيف بدك تتواصل مع الزبائن كيف بدك تحط استراتيجية للعمل كذلك الوجود على اللينكدين أنا بعتقد إنه هو مش خيار إنه إنت تكون موجود أو مش موجود لا لازم تكون موجود على اللينكدين الشغلات الثانية ممكن تكون خيار بالنسبة لإلك إنه إنت تكون موجود على تويتر أو فيسبوك أو تكون عندك قناة على التليجرام حتى أو على اليوتيوب فبالتالي بدك تحدد إيش الشغلات اللي إنت بدك إياها فعلى سبيل المثال يعني أنا ممكن أعرض لك يعني أنا موجود هنا على تويتر على سبيل المثال وأنا حكي إنه إيش الجوب تايتل تبعتي تمام؟ وحكي إنه فعليا أنا حاطت هاشتاج للشغلات اللي أنا مهتم مهتم فيها وبعمل تويت إليها اللي هي الـ AI, Machine Learning, Natural Language Processing, Python, Open Source و Open Access فبالتالي أنا حددت إيش نوع المنشورات اللي أنا منشورة فبالتالي أي حداً تاني بده يجي بده يعمل لي follow بده يتوقع منشور من له علاقة بالمواضيع هاي فالآن هاي المنشورات يعني على سبيل المثال إنه أنا في عندي مثلاً هنا منشور إنه أنا حكي على إيش الكتب المتعلقة بالبيتون في كتير من الناس هتعمل شير لهاي الشغلات والشير هدا بيصل لقاعدة كبيرة لأصدقائهم وأصدقاء أصدقائهم فبالتالي ممكن أصدقائهم أو أصدقاء أصدقائهم يكون هدول أحد زبائن المحتملين إنه هو بيسمع عني أو بيشوف المنشور تبعي فبالتالي إنه بيجي بتطلع على البلوك هارتكل هذا اللي أنا كاتبه وبيشوف إذا يعني ممكن إنه هو يتواصل معايا إنه هو إذا محتاج خدمة أو محتاج يعني عمل معين نشتغله على منصات يعني كفريلانسينج يعني فبالتالي هاي المقصود فيه به هاي النقطة يعني إنه إنت تحدد منصة العمل المناسبة ونوع المنشورات وكيب تكتواصل مع العملاء وستراتيجية العمل طبعا التسويق عادة المواقع التواصل الاجتماعي هي أكتر وسيلة فعالة في تسويق الغدمات والمنتجات للجماعات الافتراطية تمام؟ وفعليا إنه هي بتجيب زبائن فعليا فعليا هي بتجيب نتائج على الكلام بحكي لكم إياه عن مشاهدات وعن تجربة إنه ممكن بسبب بوست معين يجي لك شغل من شركة إنه إنت عملت بوست لشغلة هم بدوروا عليها من زمان فبالتالي إنه البوست هذا لفت انتباه هم وصلوا لك وعرضوا عليك عمل من خلال البوست هذا أوكي الآن بدأ ننتقل لمهارات التعلم الذاتي موضوع جديد غير التسويق الرقمي لكن قبل ما نحكي عنه أنا بنتي أحابب إنه أنا أورجيكم في عندكم هنا من المصادر الإثرائية حطيت لكم مرجع جديد تعلم ذاتي أساسيات التسويق الرقمي من جوجل طبعا هذه في شهادات تسويق رقمي كثيرة على فكرة أو قرصات تسويق رقمي كثيرة موجودة على جوجل أو على أي منصة تانية هذه عند فيها تقريبا ستة عشر واحدة أربعين ساعة بحطوة للمبتدئين ومجانية وبيعطوك شهادة بعد ما تخلص هاي الدورة طبعا أنا على ما أعتقد إنه هيندي أشوف أنا عامل تسجيل دخول على ما أعتقد بحسابي أنا ودي أشوف الوحدات عن الشرعات تبعتي محتوى الدورة هو هو كان في أنا ممكن أشوف محتوى الدورة بدون ثم ثم بعدها تمكين الآخرين من العثور على نشاطك التجاري على الويب بسهولة تمام هنا أبحثي لك عن محركات البحث والسيرش انجين اوتمايزيشن وكل الأمور هذي هنا الوصول أكبر إلى جمهور أكبر في نطاق المحلية على وصائل التواصل الاجتماعي هنا على الموبايل ديفايس أو على الموبايل ديفايس فبالتالي هنا باستخدام وسائل إعلانية هنا تطبع زيارة حركة الويب وقياسها طبعا إذا كان في عندك ويب سايت وإذا كان انت فعليا بتنشر روابط معينة ممكن تتبع مين بعمل كليك على هاي الروابط هذي الشغلات كتير مهمة كيف ممكن أنه تتبيع منتجات أو خدمات على الإنترنت تحقيق انتشار عالمي للنشاط التجاري تبعك أنا بعتقد أنه هذي في وجه نظري من أفضل الدورات اللي موجودة ممكن إذا انت شايف دورة تانية ممكن أنه تساعد ديفرينا سرس أكتر أنه انت تحكين عنها ممكن نحطها في المصادر الإسرائية فهذه مهارة تعلم ذاتي 26 وحدة 40 ساعة للمبتدئين سهلة جدا مجانية وفعلا بتعلمك أصول التسويق الرقمي انت ممكن تستفيد منه كفريلانسر نرجع هنا للتعلم الذاتي التعلم الذاتي مش بس في مهارة التسويق الرقمي هنا بنحكي عن مهارات التعلم الذاتي كموضوع عام في شتى المجالات انت ممكن انه انت بين وقت والتاني تحتاج انه انت تعلم يعني تعمل تعليم ذاتي تطور في مهاراتك تطلع على التقنية الجديدة طبعا ميزات هذه الشغلة البقاء على طلع بكل ما هو جديد في مجال التخصص مما يعطيك ميزة تنافسية طبعا انت بدك تحط في بالك انه والله انا في السنة هيك بدك تخطط بالطريقة هذه في السنة بدك اخلص دورة او دورتين بهذا الشكل من الدورات الجديدة اللي بتنزل فبالتالي انت بتكون على الطلاع هذا اسلوب فيه اسلوب تاني انه اذا كانت مهارة التعلم عندك سريعة جدا انه ممكن انه انت تركز في شغلك عادي ولكن اذا انت احتاجت لشغلة معينة ممكن انه تتعلمها عند الطلب هذا بيسمو learning on demand فبالتالي بتكون عندك ميزة او خاصية التعلم بسرعة طلبت منك شغلة جديدة ما مرت عليك او ما عملتها قبل هيك فممكن ان انت تتعلمها بسرعة وهذه شغلة كتير مفيدة من نسبة للك طبعا احنا شفنا بعض المساقات والدورات الالكترونية منها مجاني ومنها مدفوعة طبعا انت بتحدد ايشي اللي بناسب للك وممكن ان انت تتاخد الدورات هذي طبعا اغلب المواقع بتوفر شهدات الالكترونية تثبت التحاقق بالدورة فبالتالي فعلا تعتبر كبروف يعني على سبيل المثال يعني انت عندك كفريلانسر مهارة الفلتر اه عندي اه اخد الدورة وهي الشهادة الالكترونية زي هيك فبالتالي تعتبر كبروف انه انت عندك هذي السكيل طبعا التعلم الذاتي فيه مرونة فبالتالي انت بتتعلم وقت ما بدك تمام ولكن فيه شغلة كتير مهمة بخصوص التعلم الذاتي انه يكون فيه عندك الدافع والاستمرارية لانه اغلب يعني كلنا بنجع في هاي المشكلة انه احنا بنبدأ دورة معينة بنبدأ اول وحدة تاني وحدة وبعد هيك خلاص بيصيبنا الملل او ممكن انه احنا فعليا مش بيصيبنا الملل بندخل في دورة الكسل يعني خلاص انه مش فيش عنده فيش عنده دافعية لا او مش دافعية هي فيش عنده ما فيش عنده الارادة خلينا نقول عشان انه هو يكمل الدورة هاي فشغلة كتير مهمة انه تخلي بالك من هاي النقطة اوكي طيب هيك فعليا بنكون خلصنا مهارات التعلم الذاتي نيجي الان لمهارة اللغة الانجليزية طيب هي مهارة اللغة الانجليزية فعليا من اكتر المهارات المطلوبة جدا 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 وهي فعليا بتفتح لك افق انه انت تشتعل مع زبائن من جميع انحاء العالم و بدك تحاول ان انت تلاقي لها حل بدك تشتعل عليها بكل الوسائل بدك تحطها في راسك طبعا اكيد انتو بتعرفوا الكلام هذا انه مهارات اللغة الانجليزية اربع مهارات استماع طبعا تحدث كتابة قراءة تمام الشغلات هذه يعني ممكن انه انا منصحك انه تتعلم زي الطفل الصغير بالضبط طفل الصغير بالضبط ايش بيصير عنده بيصير عنده انه هو فعليا بتعرض للغة تمام بتلاقي انه هو بسمع بسمع اللي حوالي بحكو 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 تمام وفجأة بتلاقي انه هو صار يحكي طبعا هو بكون بسمعهم مش قادر يحكي تمام ولكن فاهم ايش بيقوله طبعا هذا الكلام وصل له انه هو طول الوقت هو بتعرض للغة فبالتالي انت تقيس نفسك يعني حط نفسك يعني في هذا الوضع يعني بمعنى انه انه انت موجود في بيتكم في بيتكم كلكم تحكوا يعني تحكوا عربي فبالتالي انت فعليا ما بتتعرض للغة هذه فبندك تدور على اشياء انه انت تتعرض فيها للغة الانجليزية زي ايش مثلا عندك كتير شغلات عندك بودكاست عندك وثائقي مع سبتايتلز عندك كورسات لو انت يعني هذا الكورس اللي اعربت لك هي تسويق الرقمي تبع جوجل هذا كان باللغة العربية ممكن انه انت تتحدى نفسك وتدور او تحضره بالنسخة الانجليزية تمام بعد ما تحضره بالعربي فبالتالي انت بتكون كارب تتطلع على موضوع انت اولا درسته فاهمه لكن انت بتشوفه بالعرب بالانجليزي فبالتالي لازم تتعرض للغة لازم تتعرض للغة بدك تشوف لك اي وسيلة من الوسائل اللي ذكرتلك اياها تشوف افلام اللي بدك اياها تمام الان بعد ما عند نقطة معينة انت مش هتحس فيها حيكون في عندك القدر انه انت تتحدث فبالتالي بتصير انت تستخدم عبارات من اللي انت كنت تسمحها وبصير تحكي فيها بطلاقة تمام بعدها بتنتقل لمهارة القراءة انه انت بيكون في عندك نصوص وبدك تقرأها وبتقرأها بصوت عالي بتحسن الطلاقة تبعتك بالانجليزية تمام واخر الشغلة بتصير انه انت اللي بدك تكتب انت اللي بدك تقلف النص وتقليف النص وكتابته بدك تت يعني هتلاقي عندك لما تكون عندك هدول الشغلات انت عملتهم هتلاقي عندك حالك انه انت مسنود بكتير من الشغلات ومع شوية تمرين هتلاقي عندك انه الكتابة تحسنت شوية وبدي اشبه الموضوع كذلك بالوعاء طبعا الوعاء يعني الكتابة بدي اشبهها بالوعاء الوعاء هذا ما بنفع وعاء فاضي يكتب يعني انت تطلب من واحد فاضي انا بقعفوا في هذا التعبير يعني انا بقصد فاضي يعني بمعنى اخر انه ما تعرض للغة ما بيقرأ يعني حتى لو كان بده بلغة الام واحد ما بيقرأ كيف بدي اطلب منه انه هو يكتب يعني عفوا انا ما بقصد انه القراءة هي قدرتك على القراءة انا بعرف انه انت بتعرف تقرأ لكن انه انت فعليا ما تعرضت لقراءات كتير او ما قرأت كتير تمام يعني بمعنى اخر انا لما بدي اجي اكتب شعر لازم اقرأ ديوان الشعر و لازم اقرأ شعر مش عارف مين و ابصر مين و كل الامور هذي فبالتالي لما اتشبع لما يتعبل وقعه ساعتها بصير انه انا بكتب شعر باسلوب الشخصي تمام فبالتالي الاناء هذا ما بيصير انه هو ينضح بما فيه يطلع الشعر اللي بما فيه الا اذا اتعبه فبالتالي موضوع القراءة كتير مهم جدا يعني انه انت تغنب عين الاعتبار و كذلك التعرض للغة عشان انه انت تنتقل لمرحلة الكتابة احنا للأسف هو فعلي يعني بيكون الطالب ما عنده مهارة الكتابة بلغة الام اصلا وبنطلب منه انه هو يكتب بالانجليزية فهذا فعلا يعني مش عارف كيف بدي اوصف لكم اياها ولكن المهارات الاتصال واللغة كتير مهمة جدا جدا بلغتك الام لما تسد الفراغ فيها ساعتها انه بقول انه انت بالانجليزية رح تكون منتاز ان شاء الله اخر نقطة بدي احكي فيها هي اعتقد انه اخر نقطة لا في بعض النقاط للصدائل ننتقل لنقطة جديدة اللي هي مهارات التفاوض مهارات التفاوض لو تعلمتها بتحاقت فيها عدد ميزات بتزيد نفوذك وبتبني سمعة وبتكتسب خبرة مميزة على الانترنت بمعنى اخر انه بتصير انه عندك القدرة انه انت تصير تقول لا ما بزبطش معايا لا طبعا هذي الكلام هذا كلام انه بكون على سبيل المثال انه ما بزبطش معايا من ناحية سعر على سبيل المثال هذه السعر واحدة من الاشياء تمام لا لانه انت في عندك اتفاق والاتفاق هذا بده يشمل عدة شغلات على سبيل المثال انا بدي اياك تعملي model او بدي اياك تعملي application في اسبوعين زمان فانت بخبرتك بدي يكون في عندك مهارة للتفاوض والاتناع انه تقنعوا انه لا اسبوعين ما بيكفي ومش هيك بس بالكلام لا لانه واحد اتنين تلاتة بدي يكون في عندك المهارة هذي تمام بخصوص السعر انت بدك تكون خاطة لإلك اقل سعر ممكن قبوله للمهمة هذي اقل من هيك خلاص ما بتوفيش معي يعني انا بصير انه انا بحرق وكتي على الفاضي كذلك انه بيكون في عندك القدرة على تحديد السعر المثالي المهمة لي عبارة عن عدد السعر ضرب السعر المثالي حكينا عليه سابقا كيفية تسعير الشغلات في بعض الاحيان ممكن انه انت يكون عندك القدرة على زيادة السعر برضه من خلال التفاوض وانه انت تفرض السعر اللي انت بدك اياه اذا انت فعلا كنت مقتنع انه لا هذا السعر هو يفترض يكون ازاي هيك طبعا برامج وادوات العمل الحر عبر الانترنت طبعا في المعمل تم تغطيتها تم الحديث على العديد من الادوات زي تريلو لادارة المشاريع في عندك كاليندي لحجوزات المواعيد لو الكلاينت بدو يحجز معك موعد وهذه كتير مريحة انه انت تستخدمها طبعا جوجل ترانسليت بطبيعة الحال يعني وانا بأمل انه انت تتخفف انه انت تطور مهارتك في اللغة الانجليزية وتخفف الاعتماد عليه قدر الامكان الجرامر اللي شفنا كيف انه احنا نستخدمها فعلا وشفنا كيف انه هي مفيدة بشكل كتير كبير خدمات السحبية زي جوجل درايف ودروب بوكس تم شرحها في المعمل اخر نقطة على ما اعتقد هي المنصات المنصات احنا فعليا عراجنا عليها بشكل كتير كبير يعني هنا بحاول يحكي لك انه منصة الفريلانسر متى تم انشاءها وكيف انه المزايا تبعتها ايش بتختلف عن الابورك انا سابقا في او بريتكم مقال بيقارن بين المنصات لكن انا بدي اركز على شغلة معينة اللي هي انه الكثير من الوظائف المطروحة ما بتطلب انه انت تكتبه بروبوزل وهذا فعلا الكنان موجود في منصة الفريلانسر توت كوم مش مثل الابورك الابورك لا بتطلب منك انه انت تكتب بروبوزل وتركز على بروبوزل فعشان هيك في منصة الفريلانسر دوت كوم بيعتمد على بروفايل تبعك وبيعتمد على سرعة تقديم الطلبات فبالتالي حتى الكلاينت نفسه لما بده يجي يختار المنصة نفسها بترجح له الفريلانسر اللي عنده بروفايله احسن او عنده تقييم بهذا الشكل فانت لو بدك تشتر على منصة المنصة هذي الشغل فيها سريع بدك تكون متفرق اكتر هاي اللي بدي احاول انه اعرج عليه في هذي المنصة طبعا برضه بدك تراعي انه انت في عندك بدك تدفع مبالي مقابل خدمات ممكن انت تلاقيها مجانية زي منصة يعني مجانية في منصة الفريلانسر هاي اغل اكتر الشغلات طبعا هنا العملات اللي هي اليورو اوكي يعني هاي بنص بخصوص منصة الفريلانسر.com اما منصة البيبول بير اوار تم انشاها في 2007 مقرها الرئيسي في بريطانيا هنا في عندك بعض النصائح والارشدات للتعامل مع هذي المنصة تمام؟ طبعا المنصة هذي تتلقش انه فريلانسر وكلاينت لا انت في عندك سيلر وباير تمام؟ بتعامل مع ثلاث عملات هي الدولار وجنيس ترليني واليورو طبعا هذي شروط تبعتها انه بتقرأها كلها بالكامل اللي هي ممكن انه هي تتغير لو انت بتكتشتغل على هذي المنصة يعني طبعا في منصات انه انت من خلالها ممكن انت تعمل عرض للختمات او تصميم او برمجة مقابل سعر محدد او بيع منتج منتج الكتروني ممكن انت تيجي تقول انه انا ممكن ابيعك قالب باور بوينت بخمسة دولار قالبين او يعني عفوا ثلاث قوالب بعشرة فبالتالي انه بتصير انت تتعامل مع مضاعفات الخمسة مثلا زي هيك او بتحدد سعر زي هيك انه انت عندك القالب بخمسة ثلاث قوالب بعشرة خمس قوالب بكذا وهكذا اشهر المنصات هذي منصة فايفر تمام ومنصة خمسات فعليا بهذا الشكل فبالتالي انت ممكن تحكي انه انا ممكن اعمال لك ويب سايت الويب سايت بخمسين دولار بعشرين دولار زي هيك فبالتالي انه بتصير انه اعمال لك ويب سايت بعشرين دولار اعمال لك ويب سايت تلاتين زي هيك فبالتالي انه بتكون زي هيك طبعا هنا منصات تسويق الخدمات بدك تاخد معي الاعتبار بعض الامور هاي الامور اللي بدك تطلع عليها يعني اذا انت كنت بدك تشتغل في هاي المنصات مش خلاط انه يكون في عندك برضو قناة تعرض فيها خدماتك على هذي المنصات لانه انت ما بتتوقع من وين ممكن يجي لك الكلاينت الكلاينت ممكن يجي لك من قنوات يعني انا في عندي بعض الزبان يجوني من قنوات انا ما كنت افكر ان هما ممكن يجون من خلال قنوات هذي فبالتالي مش غلط انه يكون في عندك حساب على هذي المنصات وانه فعلا انه انت تعرض خدماتك هناك يعني مش انه حساب بس يعني انه انه انت تعرض خدماتك هناك هيك تقريبا مكون خلصنا سلايدز تبعات كتاب المتنور في العمل الحر ففعليا احنا خلصنا الفصل السادس والفصل السادس هو الفصل الاخير في المحاضرة الجاية ان شاء الله بدنا نحكي عن بعض طرق انه احنا نعمل يعني المحاضرة الجاية ان شاء الله بدنا ننتقل لموضوع جديد وهو التربح من الانترنت يعني احنا خلصنا الفريلانسينج هيك تمام بدنا نحكي على التربح من الانترنت ايش الـ pricing plans اللي ممكن تكون موجودة عندي ايش الـ models الـ business models اللي بتكون موجودة عندي ويعطيكم العديد موسيقى موسيقى شكرا